السلام عليكم ازايكم يا حبايبي اعملين ايه يا رب تكونوا بخير بما اننا بقى في اخر الشهر فحنعمل كده اكلة من اكلات اخر الشهر الاقتصادية حنعمل صناية المساقعة كده في الفرن سهلة جدا وبسيطة وطعمها خطير حعملها لكم بطريقة الخاصة اللي بقى الاسنين بعملها وبتطلع نكحة جدا ويعني هتاكل صابع كهرها بنا نسمي الله ونشوف هنعملها ازاي دول تلات سمرات من البدنجان يعني تقريبا تلات تربع كيلو طبعا كمية البدنجان ترجع لكم كمية اللي انتم عايزينها انا بقشر البدنجان كده بالشكل ده يعني بقشر جزء وبسيب جزء فبيبقى شكله جميل وطبعا فيه فواية كتير في القشرة ما لتبقى مليانة حديد عشان كده ما بحبش هشيلها كلها بعد ما بقطعه برش عليه معلقتين كبار من الملح وبسيبه يتنقع كده بقلبه مع بعضه علشان ينزل له مية زياد وبكده اضمن انه ما يشربش زيت كتير اثناء العلية تاني حاجة هجهزها هي الصلصة او الدمعة اللي هحطها على وش المسقع اه هجيب معلقتين من الزيت هحطهم في كسرولة او حالة صغيرة وحشوح معهم معلقة التوم لحد ما لونها يصفرج تبقى دهبي وحديف علم كباية من عصير الطماطم ومعلقة من صلصة الطماطم ومعلقة كبيرة من الخل وحزودهم كباية مية دافية وحزبط بقى الملح بتاعنا بس مش هحط ملح كتير خدوا بالكو اللي بدنجان عليه كمية ملح كبيرة فمش هزود الملح يعني ربع معلقة كده بس صغيرة وربع معلقة من هرست الشطة ودي اختياري لو بتحب الحاجز بايسي يحطوها مش بتحبوا الحاجة حرقة خلاص وحسيبهم بقى يتسبكوا كده مع بعض لمدة سبعة تمن دقايق زي ما بنقول كده ان البدنجان روحوا الخل والتوم الطريقة دي هتخلي المسقعة طعمها رهيب آآ كده البدنجان جاهز نزل خلاص المية آآ معي طاصة آآ فيها زيت غزير زي اللي بحمر في البطاطس بس ده ومعي طبق في دقيق آآ دقيق عادي جدا ما فيش عليه اي اضافات هعفر البدنجان من الدقيق آآ كمية بسيطة كده بس آآ وهخبطها علشان بقاش فيها دقيق كتير وحنزلها في الزيت آآ دي تاني حاجة تخلي الزيت البدنجان ما يشربش زيت نهائي هيطلع كده ماسك نفسه كمان ما يتراش اول ما يتقلع ويطلع البدنجان اول ما بنقليه لو قلناه عادي من غير الدقيق آآ بيبقى طري كده وبيتقطع بكل سهولة وبي يبقى شرب زيت كتير لكن الطريقة دي لو جربتوها هنعفر البدنجان بحاجة بسيطة كده بس من الدقيق ونزله في الزيت يتقلع حيطلع مسك نفسه وحيطلع جميل جدا وكمان علشان يتحمل آآ دخوله الفرن لان لسه هندخل سنية المساق عادي الفرن هطلع كل البدنجان طبعا على ورق مطبخ علشان ينزل الزيت هبدأ حمر الفلفل الفلفل ده آآ اخضر هو كله بارد طبعا لو عندكم فلفل حمي او بتحبوا الحمي تستخدموه آآ شلت البزر بس منه وشقيته شقة بسيطة كده من الجنب علشان ما يفرقعش وهو في الزيت وهحمره وده اللون المناسب ليه مش هسيبه يغمق ويلا بينا بقى نركب الصانية الحاجة بتاعتنا كلها جهزة آآ انا معايا مع لقتين بس من اللحمة المفرومة على الصوج يعني آآ طبعا ده مش ضروري انا كنت عاملة اكل لسه بيه آآ قبلها بيوم فحشت بس مع لقتين اتنين هحطهم كده في وسط المساقع ودي مش اساسية جبت البايركس او اي صانية حروس فيها البدنجان شايفين البدنجان محتفظ بشكله ازاي مسك نفسه قوامه حلو حروسه في صانية طبعا مش هدينا زيت ولا اي حاجة هو فيه زيت خلاص كافي وبعدين هنزل عليه اللحمة المفرومة او اللي هي المتعصجة وطريقة التعصيج عادية جدا بفيهاش اي حاجة وحروسة عليها الفلفل وبعدين هشربه بقى وحط عليه الدمع او الصوس اللي احنا عملناه اللي هو فيه الخلي والتوم والسلسة وكالعادة يعني هكتبلكو كل حاجة في صندوق الوصف التحت كده صانية جهزة تدخل الفور هتدخل بس تتشمع عشر دقيق ربع ساعة على الرفل في النصف وهطلحها على طول تاخد الزج كده مع نفسها تاخد من طعم السوس واللحمة المفرومة والفلفل والبدنجان يعني طعمها يندمج كده وتختلط هرش عليها رشة فلفل اسود بسيطة جدا وهدخلها الفورن على درجة حرارة 180 ربع ساعة وهطلحها على طول ده شكل البدنجان بتاعنا او المسقعة بتاعتنا شكل صانية جميل ده غير ان طبعا بقى ريحته رهيو مجرد ان بيدخل الفورن ما بيكملش خمس دقيق ريحته بتطلع فضيعة زي ما انتو شايفين كده فيه سوس انا ما سبتوشين شفعة الاخر كل الفترة اللي سبتها في الفورن يعني تقريبا اتناش وردقيق ربع ساعة مش اكتر بالنسبة للعصاج طبعا كلنا بنعرف نعمل العصاج لكن انا برضو هقول طريقته اللي مش بيعرف يعمله اللحمة المفرومة بجيبها سواء ربع كيلو او نصف كيلو النصف كيلو عمدتا بحط عليه بصلتين وسط متقطعين رفيع او مفرومين في الكب وبشوحهم مع بعضهم بمعلقة زبدة او معلقة سمنة او حتى زيت وبعدين اول ما بيصفر بنزل عليه من اللحمة وحط بقى البهارات اللي انا عايزيها وكمان بقى الطعم عاهم قرن فلفل اقدر اه طماطماية اه بحب جدا احطوا مع العصاج معلقة سلسل طماطم بتخليها جوسي كده وطعمها لذيذ وبازبط الملح والفلفل وخلاص لو تحب تحط اي بهارات تبقى رشة بسيطة جدا ممكن الارفة او بهارات الفراخ او السبع بهارات بتديها طعم رهيب اه يوم ما بعمل المسقعة ما بعملش جنبا اي حاجة خالص غير بطاطس محمرة بس وطبق مخلق قولوا لي بقى انتوا يوم ما بتعملوا المسقعة بتاكلوا جنبا ايه اه شوفوا البدنجان سليم ازاي محتفظ بشكله رغم انه دخل الفرن اه رحته جميلة اكلة مغزية مليانة حديد بتمنى تجربوها ان شاء الله تعجبكم اه قولي لرأيكم في الكومنتات وما تنسوش لو عجبتكم الوصف اعملوا لايك وشيروا سبسكرايب للقناة اشوفكم ان شاء الله على خير في و وصفات احلى شكرا ليكم سلام عليكم